فراغ على الطريق الياباني الاكلة دينا كنت جربتها مع الناس يابانين صحابي اسمها كراشي فرايت شيكن اكلة جميلة جدا بتتعمل من الطاي بس من الحتة اللي هي الفغد مش من الورك من تح فبينجيبها ونقطعها مكعبات وطبعا بحبها جيب الطاي من غير الجلد اما لو انت بتحبها بالجلد فده يرجع لك يعني هيبقى مقرمش اكتر كمان بعدين بعد ما خلص تقطيع زي ما احنا شايفين كده ما تقطع اي مكعبات او اي شيء بنت عاوزه المهم بس تخليها ما تكونش رفيقه اوي وما تكونش رقيقة في نفس الوقت في الوصفة بتاعت الاكلة دي بتبقى محتاجة توم وجنزبيل او زنجبيل او جينجر اي اسم لو في جنزبيل حي او اغدر يبقى الكلام حلو جدا المهم باخد الكلام ده كله تحت المفرمة كده ونفرمه نعم بالسكينة ونقطع فيه رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي نقوم شايرينه على جنبه ونجيب الطبق اللي احنا هنعمل فيه مكس بتاع التدبيلة هننزل الاول قطع الفراخ او حتة اللحمة اللي احنا مقطعينها مكعبات او حسب ما احنا نقدر نقطعها وبعد كده بننزل عليها بشوية خل معلقتين كبار خل وبعدين ننزل عليهم بالسويا سوس ونقطر لحد ما نحاول يبقى مثلا هنقول مثلا خمس معلق كبار على ما يقدر الفراخ دول انا بحب السويا سوس جدا وبعد كده بنزل بالتقفي بحل فيفل ابيض يحبز يعني بس انا ما كانش عندي في حطة فلفل اسويت وبعد كانوا بنزل بالكمون معلقة اسه يا رواب السينا الكمون اولا عندي مشكلة ان انا ما بعيرش الحاجات بالمعلقة انا بعير بالمقدار كده وبعد ان بنزل بفلفل حلوا بعدين بنزل ببابريكا المفروض بابريكا مدخنة انا من الناس اللي هما بيعيروا بايديهم انها من خلال تلى الليل من حيلا ومش عارفه وابعدين بنزل بالتم والجنزبير الو جينجر اللي انا فرمو. بعد كده بعمل بقى بايداية بسرعة كده. هسرع الحتة دي عشان ما بينش الله غوصة اللي انا بعملها. وما يجيش واحد يقول لي انت بتقلب بياغسل ايدي والله العظيم قبل مبدأ. كلها تتعلم الحاجات دي كلها تتخلط مع بعضها كده. احب افكرك انك تدي النفسك عشر دقيقة كل يوم تركز فيهم على نفسك على عصابك على راحة عصابك زي كده. خد لي بالك انت زو. مهمة بشيل الفراخ وحطها في الكيسة بتاعة الحفز دي. بحاول اخرج الهواء على قد ما اقدر. علشان هسيبهم في الكيسة دي تقريبا ساعة او ساعتين. عشان تشرب بقى من كل التدبيلة بقى السويسوس والتوم والجنزبيل والفلفل الابيض والفلفل الاسود والبابريكا والفلفل الحلو. وكل الدنيا دي كلها معلم. شايف الشكل الجمالي? ايه العسل ده? الله. في الحرقة اللي جاية دي الله. شفت الماجيك طبق بيلف ازاي? شوية دي. حضرتهم في قلب بطبقة احمر بلاستيك. وبعدين باوريك بقى ان دي ناعموا كده. ده المسال اللي هو بتاع الناس المساكين باوريك بقى ان انت ممكن تروح تشتري حاجة جاهزة زي الكلام اللي قدامنا دوت. مش عارف كرانشي جابانيز مش عارف ايه كده. وممكن تعمل الطريقة بتاعة المساكين او الناس الغلابة اللي زي حالتنا. انك تحط كباية مية تاخد منها شوية صغارين يعني معلقة كبيرة على مقدار دي وتقلبه وتفروخ كده. لحد ما دي يمسك في بعضه يبقى عامل زي الفوكسومات كده او يبقى في حتة ماسكة في بعضي. المهم ننزل الفراخ اللي احنا متابلينها. وبعدين ناخد منها. بعدين نجيب بيضة. نكسر البيضة. اوبا. دي تربة صفرين ما شاء الله. نكسر البيضة زي باحنا شايفين كده. وبعدين نعمل نقلب كله في بعض وكده نقلب 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 مما بعد ما خلصنا تقليب هنجيب الدقيق. نشيل منتين اللي مش عارف ايه نغمسها في الدقيق وانطبطب عليها بحدنية كده وانقول لها باشا آآ كده وبعدين نغطيها بالدقيق بنقربان الحياة التانية. هنا بقى هنا بقى بييجي وقت ان احنا نسرع الفيديو شوي عشان آآ مزحققوش. وانتهز هزي الفرصة اقول لكم ما تنسوش تشركوا في القناة ولو عاوزين اي اكلات يباني او اي اكلات اه قولولي وانا اوريكم مهارتي في الطبخ والكلام العاق دوان. وانشوف الزيت جهز ولا لا. حاجة بتبين ازا كنت انت شايف محترف ولا لا ان انت ترمش وقت ماي في الزيت كده وتحرق المطبخ. بس احنا مش هنعمل كده احنا نحط حتة بتاعك كده في الاول لو اشتغلت وطلعت بقى بلوء نقوم جايين حطين بين الفراخ. زي ما احنا شايفين كده رصيت بقية الفراخ. وطلعتهم نص سوى علشان هرجع حمرهم تاني. وبعد ما حمرتهم ده الشكل النهائي للفراخ اليابانية. شكرا لكم.